السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى أيها السابقون أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في جنة الفردوس اللهم أمين ما زلنا في حديثنا عن السابقين يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلمنا في الحلقات الماضية نهذا الحلقة رقم 13 تكلمنا في الحلقات الماضية عن أمثلة ونماذج عالية جدا من الصحابة عندهم إيجابية عالية جدا هم عالية جدا لخدمة الدين هم عالية جدا لبذل النفس والنفيس والغالي والرخيص من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله قدموا كل خير واستحقوا أنهم يكونوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهم يا جماعة يعني سبحان الله وذلك الجيل ده كان جيل فريد لأسباب كتير جدا أن أول سبب من أسباب أن يكون هذا الجيل بهذه المنزلة العالية والمرتبة في السامقة أن هم دول الجيل دول اختيار الله اختيار الله عز وجل ربنا اللي اختارهم عشان يكونوا أصحاب النبي على السلام وعشان هم اللي يحملوا الأمانة ديت ويحملوا الدعوة ديت ووصلوها للكون ده كله الحاجة التانية من أسباب أن الجيل ده يبقى جيل فريد بالمنظر ده أن هم مروا بتجربة فريدة جدا يعني على سبيل المثال مروا بمراحل نزول آيات الكرآن أسباب النزول وفلان ده نزل فيه الآية فلانية يعني على سبيل المثال كده عايزك تدخيل المرحلة العالية ديت تخيل حضرتك لو أنك أنت مثلا مكان على سبيل المثال عبدالله بن المكتوم الذي نزل فيه قول الله عز وجل عبس وتولى أنجاءه الأعمى النبي عسام بيكلم سادة كريش وجاله عبدالله بن المكتوم بيسأله في بعض الأشياء النبي عسام يعني هو أحد من النبي غلط صلى الله عليه وسلم النبي اختار الأمر بخلاف الأولى بخلاف الأولى صلى الله عليه وسلم فحس أنه في الوقت ده مش هنفع يكلم عبدالله بن المكتوم لأنه يكلم سادة كريش ولعله عسى أنه يوافق في هذا الوقت ساعة يعني قبول للدعوة فتكون نصرة لإسلام أن سادة كريش يخشه في الإسلام فأعرض بعض الشيء عن عبدالله بن المكتوم فنزل قول الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك العلاوة الزكاة إلى آخر الآيات فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني جاء ذلك في بعض الوقت وكان ضعف بعض أهل العلم أنه كان إذا لقي عبدالله بن أم مكتوم يكون له أهلا ومرحبا بمن عاتبني الله فيه تخال حضرتك لو أنت مكان عبدالله بن أم مكتوم وقت بتصلي قيام الليل وبتقرأ قول المولى عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى فبتقولي أيها الآيات دي نزلت فيه أنا كيف يرتفع إيمانك تخال حضرتك لو أنك انت مثلا يعني جار لسيدنا أبو بكر الصديق الذي نزل فيه قول المولى عز وجل حينما أعطق بلالا سيدنا أبو بكر كان يمر على بلال فيجده عمال يعذب في رمضاء مكة تخال حضرتك وسيدنا أبو بكر لم يكتفي بس بمجرد يعني مصبصت الشفايف وإن لله وإن لله يرجعون أبدا في ساعتها بلال عمال يعذب والراجل يقول له آلات والعزة إلهاني من دون الله فيقول بلال أحد أحد فيقول أبو بكر ينجيك الله الواحد والأحد ويروح ويصف التجارات ويجمع الأموال ويشتر العبيد والأرقاء ليعطقهم لوجه الله سبحانه وتعالى فيجي المنافقون يقولوا بس دا ما أعطق أبو بكر بلالا إلا ليد لبلال عنده دا هو بلال تريه قدم له معروف فهو حبي يرد له المعروف دا فينزل قول الله عز وجل وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى فتخيل نفسك مكان أبو بكر وهو بيقرأ الآيات ديت وعارف الآيات دي نزد فيه هو كيف يزداد إيمانه تخيل نفسك لو أنك أنت جار لأبو بكر وبتسمع الآيات دي يقول أيها الآيات دي نزد في جاري تخيل إيمانك يزداد إزاي تخيل نفسك كده لما تكون مكان سيدنا زايد بن حارفة وهو الصحابيو الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن صراحة فلما قضى زايد منها وطرا يعني من زايد من بند جحش فلما قضى زايد منها وطرا زوجناك هم تخيل وهو بيقرأ الآيات دي إحساسه قد نعمل إزاي تتخيل زايد من بند جحش ويدتقرأ نفس الآية منها يعني مين؟ فلما قضى زايد منها وطرا زوجناك هم من ضمن التجربة الفريدة إنهم عاشوا مع النبي وتربوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وطبعاً ومجرد إن أنت تشوف النبي صلى الله عليه وسلم رؤية بس فقط ولو في المنام ده يعتبر حدث عظيم جداً في حياتك فما ظنك بقى وإنت مش شايف النبي بس في المنام لا شايفه في الحية وبتتربى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم طبعاً نعمة ومنقبة عظيمة جداً جداً في حيات هؤلاء الصحب الكرام ضمن الأشياء اللي خلتهم جيل فريد أنه ما شافوا بعض المعجزات الحسية التي حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني منهم من رأى الملائكة في سورة البشر يعني في حديث اللذر ومسلم لما جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله ما الإسلام وما الإيمان وما الإحسان ثم لما ذهب جبريل عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم طبعاً منقبة عظيمة جداً ومنهم من كانت الملائكة تسلم عليه تخيل حضرتك في الحديث الذي هو المسلم أن أحد الصحابة رضى الله عنهم وارضاهم ويعني لما بيحكي وبيقول أنه قد سلم عليه يعني لك أن تتخيل أن الصحابة هذا الصحابي الجليل كان عنده مرض معين كده وكانوا يقولون لابد أن تكتوي تعمل كي في المنطقة دي فكان بيرفض فمرة في اثنين في ثلاثة حدا ما بيرفض فكانت الملائكة تأتي وتسلم عليه في الصحر كما قال الحفظ بن حجر فبعد مرور فترة معينة تعب فاكتوى فامتنعت الملائكة من التسليم عليه ثم ترك بعد ذلك الكيف عاد التسليم مرة أخرى إلى هذا الصحابي الجليل لكن تتخيل لبعض الصحابة سلمت عليه الملائكة يعني إذا حارثة بن نعمان لما مر النبي صلى الله عليه وسلم من أمامه ولما مر حارثة بن نعمان أمام النبي صلى الله عليه وسلم فثم لخياء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقال يا حارثة أما إني كنت وقفا مع جبريل وقال أما إن حارثة لو سلم علينا لرددنا عليه السلام ومنهم من كانت الملكة تأتي وتبشر النبي صلى الله عليه وسلم بالمنزل بتاعتهم زي خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما صح ذلك بالحديث الذي هو المسلم لما عند موت خديجة أو قبل موت خديجة بأربع خمس أيام يأتي جبريل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فأقرئها السلام من ربها عز وجل ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا سخب فيه ولا نصب يا الله اشتخيل بقى الصحابة بيمر بالتجربة الفريدة تخيل لما كانوا يشوفوا النبي السلام بيخبر ببعض الغيبيات لأن الغيب يا جماعة الإطلاق لا يعلمه إلا الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا دا استثناء إلا من ارتضى من رسول فإنه إيه يسلك من بين يده ومن خلفه رصد ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا الغيب على الإطلاق لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل لكن قد يظهر الله عز وجل بعض الغيبيات لنبي من الأنبياء عشان يخبر بها أمته كما أخبر المولى عز وجل حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم ببعض الغيبيات يعني على سبيل المثال نعم على سبيل يخبر عن بعض علامات الساعة السهرة والكبرى أخبر بالك وإحنا شفنا علامات الساعة السهرة كل علامات الساعة السهرة معدى أربع أو خمس علامات على خلاف بين أهل العلم كلها ظهرت معدى ذلك وكنت يمكن أورطت ذلك في كتاب رحلة للدار الأخيرة إن علامات الساعة السهرة تسعة وخمسين علامة ظهر منها حتى الآن حوالي أربعة وخمسين أو خمسين علامة وبقية علامات بسيطة ستظهر ملازمة لعلامات الساعة الكبرى وأخبر النبي عن علامات الساعة الكبرى عشر علامات عشر علامات وبعدها تكون القيامة علامات الساعة الصغرى التي لم تظهر وستكون موافقة أو مواكبة لعلامات الساعة الكبرى منها على سبيل المثال رفع القرآن رفع القرآن من مصاحف الصدور ثبت ذلك في حديث رواه بن ماجه والحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآخر يدرس الإسلام كما يدرسه وشيء الثب التوب اللي عليه النقوش كده ورسمات مع الغسيل مع ذا بتروح وحدة وحدة فأنا عسى مقول يدرس الإسلام الإسلام هابتده يعني ينتهي وحدة وحدة كده حتى ما تقوم الساعة يوم القيامة لا تقوم على واحد مسلم ثم صح ذلك الحديث قال الصلاة 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 لا تقوم الساعة لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق إلا على شرار الخلق فهم زي إلا على شرار الخلق فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح ذلك أنه لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله لا يذكر الله عز وجل قرب الساعة فتقوم الساعة على شرار الخلق قل بالك يدرس الإسلام كما يدرس واشين الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صدقة ولا صلاة قل بالك بقى ويسرى بكتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه حرف ولا في الصدور منه آية يصبح الناس قرب طبعا علامات سيوم واليام اللهم لا تجعلنا ممن يحضرون هذا اليوم يعني قرب قيام الساعة الناس تيجي تصبح الصبح تفتح المصاحف تلاقي الورق أبيض يدور في صدره عن آية لا يجد آية ليه؟ لأن الشرار الخلقة هيكون هما الموجودين في الوقت ده فلا يستحقون وجود الكرآن بينهم من ضمن علامات برضو الصغرى هدم الكعبة كما صح ذلك في الحديث لدروا البخاري ومسلم يهدم الكعبة بس ويقتين رجل من الحبش أيضا حتى جاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لك أني أنظر إليه الآن وهو ينقضها ينقض الكعبة حجرا حجرا قبلك وصف النبي شكله أنه أفحج لكذا آخر يعني الوصفة الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل تخيل بقى من ضمن علامات الساعة الصغرى ودي آخر علامة من علامات الساعة الصغرى اللي هي الريح اللينة التي تقبل أرواح المؤمنين بكل دين ورحمة حتى أنه لو دخل وتحصن في جبل لا دخل تجيح وراءه حتى تقبل روحه حتى لا يبقى في الأرض موحد على وجه الأرض وعلى هؤلاء المشركين يرجعوا مرة أخرى لعبادة الأصنان فتقوم عليهم الساعة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله أننا بنتكلم عنها حينما نتعرض لأحاديث بتاعة الفتر موضوع كبير جدا جدا نتكلم عنهم إن شاء الله في رحلة إلى الضار الآخرة شاهد في الموضوع إن سبحانه الملك إن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق إلا على شرار الخلق النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بهذه العلامات أخبر بهذه العلامات والصحابة عارفين صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر ببعض الغيبيات في وجود الصحابة يعني ردي مثال فاكر أنت لما تكلمنا في الحلقة الماضية أو اللي قبلها عن سريت موتة النبي عسام كما صح في الحديث الأدلال البخاري النبي وقف وسط الصحابة يا جماعة وبيقول خد بالك النبي فين في المدينة وسريت موتة على بعض حوالي ألف ميل والنبي عسام يقول لين أخذ الراية زيت زيت ابن حارفة فشاط في رماح القوم فأصيب خد بالك ثم أخذها جعفر بن أبي طالب فأصيب النبي عسام خد بالك بينقلهم الأحداث دي على الهوى مباشرة لا أقمر سماعية ولا كان فيه موبايلات ولا كان فيه أي حاجة موجودة في عهد النبي عسلام والنبي عسلام بيلوم كلام دي من خلال وحي أخذ الراية تزيد فأصيب يعني قتل ثم أخذها جعفر فأصيب يعني قتل ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب ثم أخذها سيف الله المسلول حتى فتح الله عز وجل على يديه لو خالد ابن الوليد طبعا الكلام ده كله النبي عسلام بيقوله والصحابة عادين وعرفه بعد كده لما جيش رجع بعدها إن ده اللي حصل فعلا في نفس اللحظة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم وحاجات كتيرة جدا من الأمور الغيبية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم فطبعا جيل فريد جيل شاف كل الحاجات دي كلها أمام عيني تعالوا نشوف من ضمن الحاجات الجميلة التي يعني عاشها الصحابة في إيجابية شديدة وعلو وهمة غير يعني فوق الوصف أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وارضاه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصوته أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل أظن لي مش محتاجة تعليق صوته في الجيش يعني مجرد وجود بس كده أبو طلحة الأنصاري في جيش مسلم مجرد إن يتسمع صوته في أرض المعركة ده أفضل من ألف رجل موجودين في المعركة حتى قال القائل إن كان هذا صوته فكيف بسيفه خطي لك يعني إن كان ده صوته بس كده أفضل من ألف رجل ومال بقى قوته ودراعاته وصحته وعزمته وصيفه تساو أديه يعني إيه الموضوع ما يتأسي كده خالز من مرة تعالين شوف موقف تاني من موقف الصحابة رضي الله عن مرضهم شباب الصحابة عشان الهمة تعالوا مرة بعد مرة إن احنا دلاته اقتربنا على منتصف شهر رمضان وعايزين الهمة تعالوا أكتر واكتر إن كنت في أول رمضان قدرت إن ربنا يكرمك وتختم القرآن في ثلاثة أيام عايزينك تختمه في يومين عايزينك في النص التالي تختمه كل يوم عايزينك تختمه كل يوم مرتين اجتهد اجتهد وما فيش حاجة أبدا صعبة وإنه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه ولقد يسرنا القرآن للذكر وإحنا شفنا ناس كتيرة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى أنا أعرف شاب من الشباب بفضل الله قدر يختم القرآن في رمضان تلاتين مرة تلاتين مرة واتصلت بي أخت والله من دبي أقسمت بالله إنها ختمت الكرآن في رمضان قبل اللي فات ده ستة وعشرين مرة فالأمر يسير يا جماعة وإحنا عارفين إن شهر رمضان ده شهر الكرآن ولذلك إن بعض ناسنا تقول إيه بس النبع السلام قال يعني إن الكرآن لا يفقى الكرآن من ختمه أو من قرأه في أقل من ثلاث أولا صح لكن علق الإمام الذهبي وضح ذلك حينما قال ولكن لله مواسم للطعم فشهر رمضان هو شهر الكرآن كما قال الإمام الزهري رحمة الله رحمة الله سعى إذا جاء شهر رمضان فإنما هو كراءة الكرآن وإطعام الطعام كانوا مكرسين حياتهم كلها شهر رمضان ده إلي كراءة الكرآن ومدرسة الكرآن رضي الله عنهم ورضاه حتى كان جبريل عليه السلام يدارس الكرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان وكم من ضمن العلامات التي أشارت التي أشارت إلى كرب انتهاء أجل النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل في العام الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم دارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين قد تبالك فده كان من ضمن علامات قرب انتهاء أجل النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف مثل تاني جميل جدا الزبير ابن العوام حواري النبي صلى الله عليه وسلم الزبير ابن العوام في فتح مصر طبعا سيد عمر الخطاب دعت عمر بن العاص علشان يفتح بلاد مصر وكان فتح بلاد مصر كان بارك على أهل مصر سيدنا عمر بن العاص راح يفتح بلاد مصر كان الجيش متحصن في حصن بابليون جاي يفتح الحصن معرفش يعمل ايه راح باعت ورقة لسيدنا عمر الخطاب اريده منك ان ترسل ليه 4000 رجل خبالك عمر الخطاب عمل ايه راح باعت له فعلا 4000 رجل ومعهم رسالة وصلت رسالة لعمر بن العاص فتح رسالة لأ من امير المؤمنين عمر بن الخطاب الى عمر بن العاص سلام الله عليك ورحمته وبركاته أما بعده فلقد أرسلتوا إليك أربعة آلاف رجل على رأس كل ألف رجل رجل بألف رجل واضح الكلام بيقوله أنا بعتلك أربعة آلاف على رأس كل ألف في واحد الواحد ده بالألف الوراه كان من ضمنهم مين الزبير بن العوام الزبير بن العوام خد بالك بالحاجة أمير المؤمنين عمر بالبلد كده مش أي حد يعجبه يعني يعني عمر الخطاب معروف أنه عمر يعني مش أي حد يدخل دماغه فكون أن يقولك أن الزبير بن العوام بألف رجل يبقى عندنا احنا بمليون صح ولا لأ؟ آه يعني الزبير بن العوام ده حاجة تانية خالص يعني الزبير بن العوام عمل إيه يا جماعة بفتح مصر؟ والله العظيم موقف يعني لولا صحة النقل ما كانش حد يصدق الكلام ده أول موصل لأ الجنود وقفين في إيه؟ أبدا ده الناس جوه الجيش المصري يعني متحصن جوه حصن بابليون قال لهم بس خلاص ما فيش حاجة واحدة بس تعمله إيه هو إيه يا زباير؟ قال لهم بس هاتوا سلم وحطوه ووصلوه حد آخر الحصن وطلعوني على السلم ده ورموني جوه بس وخلصت المسأر نرميك فين؟ جوه جيش؟ آه ملكوش دعوه يعني ده جيش يعني جيش دولة أخب بالك يعني واحد عايز يترمي في وسط جيش دولة ملكوش دعوه بس انتوا عملوا كده ملكوش دعوه بالفعل طلعه الزباير ابن العوام فوق الحصن بتاع بابليون وراح ورمينه جوه الحصن لك أنت تخيل أنت بتكره الرواية ديت وبتعد عنك كده آه يعني دخل نطف فوق الحصن ونزل خلاص وفتح الباب ونتهت المشكلة لا أنا عايزك بس تفكر بس في موضوع كويس أولا الحصن عالي جدا جدا فهينوت ونازل في وسط جيش الجيش ده يقدر بالألاف خبالك فوق ده كله هو راجل لوحده فوق ده كله المكان عالي يعني ممكن ننزل يموت في ساعتها من غير ما يقاتل وقال لي حاجة لا نزل قفز الزبير ابن العوام بعد أن سمى الله عز وجل وتوكل على الله نزل وقفز أول ما قفز مسك السيف وظل يقاتل من خلف الحصن الجيش اللي خلف الحصن يقاتل ده ويضرب ده ويعور ده ويقتل ده حدا ما وصل للباب ورح فتحه أول ما فتح الباب يا جماعة وفتح الحصن دخل الجيش المسلم قتال قتال ما شاء الله حدا ما انتصره وفتحت مصر بفضل الله سبحانه وتعالى وكان دخول عمر بن العاص ومن معه من المؤمنين كان بركة على أهل مصر حتى يسلم كل مصري على أرض مصر يعني سبحانه الله إسلام كل من أسلم على أرض مصر في ميزان حسنات عمر بن الخطاب ومن قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثم عمر بن الخطاب ثم عمر بن العاص ثم الزبير بن العوام ثم من كان معه من المجاهدين في هذا الوقت بفضل الله سبحانه وتعالى لدرجة انه كان من ضمن الحياة الجميلة جدا التي كانت بركة من بركات دخول عمر بن العاص إلى بلاد مصر انه كان من عادة أهل مصر في هذا الوقت انه كان لما بيجي شهر بقونا شهر من أشهر العجم كانوا يعملوا ايه؟ كان نهر النيل يعني كان بينزل لدرجة انه خلاص يكاد انه يكون مفيش مايا خارس في النيل كانوا يعملوا ايه؟ كانوا يجيبوا جارية جميلة يشتروا بنتي يعني جميلة جدا من بين أبويها يشترواها مثلا بكم؟ بألفين تلاتة بمئة ألف بمئة ألف يعني كانوا بيغرقوهم فلوس ليه؟ لان الجارية دي هتموت كانوا يروح الواحد مثلا يلقوا بنتي جميلة كده يقولوا طب احنا عايزين نشتري بنتك بكم تبيعها مثلا بمئة ألف بمئة ألف فيشتروها ويمسكوا البنت ديت ويخلوها كل جسمها ده كله متغط بالدهب ايه؟ والعقود الدهب والسلاسل والأساور وشاف ايه؟ ويحلوها كلها بالدهب ويرموها في نهر النيل حية عشان يرضوا نهر النيل تخيل؟ يعني تعتقد انه نهر النيل غبان فعشان كده نزل طمار بتاعته فلما ندينه عروسة جميلة وكده ومليانة بقى بالحلي والذهب والمجوارات اكيد نهر النيل هيرضى عننا فالميا بتاعته تطلع وكان من ضمن الفتن العجيبة ان كان فعلا النهر كان بيطلع ده فتنة ليهم عشان يستمروا على هذا البعد عن الله سبحانه وتعالى لكن لما دخل عمر بن العاص فاجه وقعد في مصر ووصل الامر نوع وصل لحد شهر بقونا فلقى الناس النهر نزلوا والناس في غاية الحزن ومدقيين وتعبالين الميا ده ففجأة لقى الناس جمع مجايبين جارية واشتروها من أسرتها ودفعوا تمانها غالي جدا وبدأوا يغطوها بالذهب فبيقولهم عمر بن العاص بتعملوا ايه فقالوا يعني دعا ده لنا كده لمصر ان احنا في الشهر دوت بنجيب البنت ده واي بنت يعرف نشتريها ونغرقها ده ابو نرميها للنيل عشان النيل يرضى عننا ويفيد الميا بتاعته علينا فعمر بن العاص استغرب الفعل ده وقال ولكن هذا لا يكون في دين الله الكلام ده جماعة احنا أمنا حاجة عندنا العقيدة عقيدة المسلم فالكلام ده لا يكون في دين الله وكلام ده ممكن يكون في اشراك بالله سبحانه وتعالى نحن نعتقد ان النيل ده بينفع ويضر من دون الله سبحانه وتعالى لكن انتظر حتى ارسل الى امير المؤمنين عمر ارسل رسالة عمر بن الخطاب قال له حصل كذا كذا من أهل مصر والناس فاكرة ان النيل هو الذي ينفع ويضر ان المياه التي ستأتي من قبل النيل فعمر الخطاب بعدت رسالة قال لقد انصفت يا عمر اللي انت عملت ده هو عين العقل وسأرسل اليك رسالة فاذا وصلتك رسالة ستجد فيها بطاقة فألقي هذه البطاقة في نهر النيل عمر بن العصب قطت له رسالة من عمر الخطاب فلأ مكتوب فيها من عبد الله عمر بن الخطاب الى نيل مصر يا الله عمر بن خطاب بيكلم نيل مصر من عمر بن خطاب الى نيل مصر اما بعد إن كنت إنما تجري من قبلك فلا تجري كنت أنت يعني بالجبن لنا المية وبتعيشنا وإنت يعني اللي بتعبنا معنا جدعانة يعني فمش عايزين منك لا مية ولا أي حاجة إن كنت إنما تجري من قبلك فلا تجري وإن كان الله عز وجل فاطر السماوات والأرض هو الذي يجريك فأسأل الله جل وعلا أن يجريك عمر بن عس أرى للبطاعة ورح رميها في النيل بسم الله ورحمة البطاقة أهل مصر لما عمر بن عصر منعهم إن هم يرموا الجارية ديت في النيل تاني يوم راحهم جاهزين المخال بتاعتهم والشيل بتاعتهم وطلعين برأ أرض مصر عشان يشوف أي مكان تاني يعيشوا فيهم جاهزوا المخال من بالليل وشيل من بالليل وخلاص معزرين تاني يوم الصبحية بعد صلاة الفجر مباشرة راحوا يبصوا على النيل لقوا النيل فاض الماء بتاعه 16 متر يا الله إيه ده؟ إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل حاجة واحدة أن من أطاع الله طوع الله عز وجل له الكون كله أجمع أنتم فاكرين يوم سعد بن أبي وقاص وكلام ده كان أيضا كان في عهد عمر الخطاب سعد بن أبي وقاص لما كان رايح يفتح في معركة القادسية رايح يقاتل الفرس في بلاد العراق فلما وصل إلى نهر دجلة فلقى السفن بتاعة الفرس كانت راسية على الشط الفرس لما شافه سعد بن أبي وقاص جاي من بعيد على طول راح حلوا للحبال وراح ايه؟ ماشيين بالسفن وعدوا ناحية التانية طب سعد بن أبي وقاص ليس معه سفن هيعمل ايه؟ يتصرف ازاي؟ طب لو رجع معزور أجماعة معيش سفن والفرس خلاص هربوا مننا هنعمل ايه؟ لكن لا شوف العزيمة وشوف السقة واليقين والتوكل على الله قال سعد بن أبي وقاص للجيش إني عزمته على أمر قالوا على اي شيء عزمته عزم الله لك على الرشد اللي انت هتعمله احنا معك قال إني عزمته على على أن أعبر هذا النهر بالخيول طبعا ما قالوا كان في الزمن ده وقائد جيش بيقول للجيش ان شاء الله جماعة احنا هنعبر على النهر ده ان شاء الله بيجيب بالخيول طب جزاك الله خاني سعد ربنا بار فيك يعني ان شاء الله مع الف السلامة وبطمن عليك بيعني رنك كده بالموبايل مزد كل ولا رسالة ولا حاجة ان شاء الله نتطمن عليك صح أو لا لأن لحدش متخيل ان انا أعبر النهر ده بالخيل فهم ازاي لكن لا شوف اليقين اللي في قلوب الصحابة الناس اللي اتربت على النبعين الصفيين على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني عزمته على أمر على أي شيء عزمته عزم الله لك على الرشد عزمته على أن أعبر النهر بالخير خلاص نعبر معك فدخلوا الجيش مع سعد مابقاس وراحوا عبروا على نهر دجلة حتى قال الراوي فوالله لقد كانوا يتحدثون في البحر كما كانوا يتحدثون في البر عمين بيكلون مع بعض وبيدردشوا مع بعض حد واحد فيهم حتى لو بتعوية كان ينزل يجيبوا عادي وبيدردشوا مع بعض فلما رأهم يزدجرت قال والله ما تقاتلون الإنس وإنما تقاتلون الجن فألقى الله الرعب في قلوب الفرس لما رأوا الصحابة بيعدوا بالخيل على النهر كبالة فلما وصلوا إلى الشرط الثاني يعني قال سعد بن أبو قاسفه الله لو كان فينا رجل واحد في قلبه مثقال وذرة من ضعف اليقين والتوكل على الله لأغرقنا جميعا قم في اليقين والتوكل والثبات شيء فوق الخال يا جماعة شيء فوق الخال وبفضل الله كانت النصرة لجند المسلمين وبفضل الله سبحانه تعالى تعالوا نكمل الصور الجميلة الحلوة دي لعلوهمة شباب الصحابة في الحلقة اللي جاء إن شاء الله شوفكم بكرا إن شاء الله على خير سبحانك الله أم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر شكرا للمشاهدة